شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء في المؤتمر الدولي الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 الذي عقد في طاجكستان بمشاركة أكثر من ألفين مشارك من أكثر من مئة دولة وقد افتتح المؤتمر فخامة رئيس جمهورية طاجكستان السيد إمام علي رحمن قام الوزير وائل بن بارك بتقديم كلمة مملكة البحرين خلال المؤتمر نقل فيها تحيات القيادة والحكومة بمملكة البحرين إلى جمهورية طاجكستان واللجنة المنظمة على جهودهم المتواصلة التي يبذلونها لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التطوير المستدام لدبلوماسية المياه وتعزيز موارد المياه على الساحة الدولية وقال الوزير إن هذا المؤتمر فرصة عالمية سانحة لتبادل الأفكار ووجهات النظر وتوحيد الجهود في مواجهة تحديات ندرة المياه وسبل تحقيق استدامتها وأشار الوزير لنبارك في كلمته إلى جهود مملكة البحرين في استدامة الموارد المائية فيها من خلال زيادة إمدادات المياه وتوسيع قدرة تحلية مياه البحر مشيرا إلى جهود بناء القدرات المؤسسية والتكامل ونقل المعرفة من خلال مجلس الموارد المائية وأضاف الوزير بأن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تسعى إلى تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر